موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للناس اللي بتسأل على تغطية الجراند بري ليه وقفتها يا عم نوفل؟ ما وقفتاش ولا حاجة في اليوم الرابع انا ما شفتش متشاط لكن اليوم الخامس اللي هو حصل مبارح كان فيه بصراحة يعني مطشين فضاع لازم كنت اجيبهم النهاردة واشاركهم معاكم انا عملت قهوة وانا شربت القهوة دي وانا بحضرلك المطشين فالحمد لله يعني كده انا مركز كويس وعملت المطشين بشكل لذيذ جدا لو اعجبوك اعملونا لايكات لذيذة وصلونا كده الف لايك في اول 24 ساعة لو اول مرة تشوفنا وعجبك محتوى القناة ما تنساش تدوش على زر اشتراك وتعالوا نشوف ناكامورا عمل ايه مع جريشوك في المباراة رقم 5 النهاردة ناكامورا هيلعب بالابيض وعينك عالوقت بتاعنا كامورا لان الرجل ده محضر للنقلة رقم 18 مثلا ده اشتر كاتكوت موجود معنا النهاردة من فيكم اشتر كاتكوت المذاكر لحد قاعد تلسين ما يلعبش كلاسيك ورجع وحش كاسر كينجز انديان بقالنا كتير ما شوفناش في الطوب ليفل كينجز انديان ولكن النهاردة جريشوك يلعب الكينجز انديان هنا بيشب اي 2 ده المين لاين لكن الانجين مش عاقبه المين لاين بيقولك اتش ثري هي احسن نقلة لكن لو سمحت بيشب اي 2 مش نقلة كويسة معلش يا انجين احنا اسفين ده المين لاين يا ابني بتلاعب بقاله 100 سنة رحمنا تبيت و بيشب اي 3 اي 5 لازم تضرب السنتر اي 5 انا هقفل السنتر لاني ناوي اعمل هجوم على الجناح ب اي 4 اي 5 نايت اي 6 انا رايح هنا واضغط على بيده ال اي 4 اولا احنا في النقلة رقم 7 جريشوك حرق تقريبا تلت ساعة جريشوك انا مش عاقبه بيعمل ايه لكن من كتر العلم اللي عند الناس دي هو ممكن يقعد يفكر مدة طويلة عشان يختار احسن حاجة هو عاوز يلعبها وكمان جريشوك مشهور جدا انه بيغيب جدا في انه يحضر تحضيراته او ممكن يقعد مثلا نص ساعة او 40 دقيقة يعمل فخ بس كده في نقلة يحسب نقلة بفخ مثلا بعد اسبوع مثلا هتيجي على الرقعة على فكرة الكلام ده مش مقلفه الكلام ده مشهور جدا عنه وماجنس اتكلم عن القصه دي قبل كده ايتش فور واضح انه مقفلش على فيله علشان الفيل يفضل شغال ويدعم ايتش فايف وده بعد كوينسي تو ضغط على البيداء الوسطي فحمينا البيداء الوسطي بتاعنا سي سيكس مانا لازم الاقي كاونتر بلاي لازم افتح فايل واجيب فيلر خاخ وتخانق معاك بالاسود برضه ايتش فايف تلعبت فعلا بدأ في بدأ السود نجح في انه يفتح فايل السي ويحاول يجيب منه كاونتر بلاي كوين اي فايف مين موف النقلة الاساسية وهنا ناكامورا يلعب ايتش سيكس والشكل ده تلعب قبل كده ست مرات بشب ايتش ايت اونلي موف وبعدين اف ثري خلاص معاش عندك فكرة نايت تيكس لان لو تاخد بالك بعد كوين اي فايف اللي تلعبت دي كان نايت تيكس ده تهديد على حس الربطة لكن بعد ما لعبت النقلة دي طبعا دلوقتي دي ما لهاش اي تلاتين لازم انك بتاكل الفيل فلازم يرجع بعد كده حمينا الاضعاف بتاعنا بشب دي سافن عاوز يلعب مثلا بي فايف لا يلعب اي سيكس بي فايف بي فور فهنا ناكامورا بمنتهى الهدوء يلعب روك بي وان بص على وقت ناكامورا الراجل معاه ساعة و تلاتة و تلاتين دقيقة هو بدأ اصلا بساعة و تلاتين دقيقة معاه ساعة و تلاتة و تلاتين دقيقة ما بيفكرش حتى الان بينما جريشوك يعني سرح سرح سرحية حلوة معادلوقتي تلاتة تربع ساعة ضغط على الربطة قال له مفيش ربطة اصلا انا كسلت الربطة خلاص فيه يا ابني نايت تيكس هاكل بالبدأ وهات انت البدأ ده يا عمان انا بفتح الفايل هنا او بفتح الجناح هنا عشان انا اللي اجيب كاونتر بلاي تقوم انت لعب للكوين سي سيفن لازم احمي بدقي حاضر وهنا ناكامورا لعب جي فور بيقفل اي فرصة الكاونتر بلاي ما هو كاونتر بلاي انك ترجع بالحصان و تلعب اف فايف بس سمعتش فيه اي لازمة بشيب سي ايت هنا فيه لاين اخر بيقول ممكن تحرر موقفك وتحاول تجيب كاونتر بلاي بالاسود من خلال بشيب تيكس نايت تيكس كوين وتلعب هنا نايت تيكس اضغط على البتاع تلعب اي فور تشغل فيلك اللي كان ميت ده بتفوق واحد ونص للابيض وناكامورا كان معه وقت كويس جدا جريشوك كان مضغوط في الوقت فتضحية دي صعبة جدا يجيبها في وقت قليل خاصة ان هو بيغيب في اللينات جدا بيقعد يفكر مدة طويلة جدا علشان يقتنع انها كويسة او لا فدي مشكلة عنده المهم جي فور تلعبت وتلعب عليها فعلا بيستموف على الانجين بيشيب سي اي دي بيستموف على الانجين مش التضحية ولكن التضحية كانت تجيب كاونتر بليت تجيب افكار يعني نايت ايتش ثري لسه ناكامورا مفكرش بعد النقلة دي ناكامورا بدأ يفكر ولعب نايت افتو صرف تقريبا اتنشر دي نايت افتو بيشيب طبعا الفيل في المقبرة هنا عايز يطلع يلعب اففايف ممنوعة طبعا عشان انت هتاكل 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 وهديك كشة من هنا دلوقتي والبدأ ده زي الشوكة في الحلق بيعمل شبكة متاتة فوق اربعة ففايف مش موجودة اصلا فبشب اف سيكس يخرج وبعدين ناكامورا يبيت بمنتهى الهدوء شايف ان خلاص ما عادش في افكار متات لان البدأ واقف هنا قافل فكرة المتات فالعب على جناح الوزير ومفيش مانع لو يقدر يفتح الوطر ده وده اللي هنشوفه كمان شوية بفايف ويعمل افكار متات بس على الجانب الاخر لعب جميل جدا بشب اي سافن كينج ايج تو نايت سي فايف نايت دي ثري هات الحصان الاكتف ده بي سيكس والله انا هاكل الحصان ده لو كالت كده فالاند جين بتاعي كويس لان معايا بيدا سالك مدعم لو كالت زي النظرية ما بتقول كل الداخل فانت فتحت الوطر فتحت الفايل ده وانا ناوي دلوقتي ألعب سي فور وف فور تاكل يبقى فتحت الوطر ده تماما فبدأ بف فور اكل اكل بالفيل بشب دي سافن وسي فور الوطر سيتفتح البيداء ده هيبقى مهاجم كأنه قطعة مش بيداء روك اي بي ون كوين سي ثري هات مات في واحد اف سيكس مفيش متات وبعدين نقلة جميلة جدا روك بي ثري جمال النقلة دي ان الراجل شايف لقدام فكرة بعيدة الفكرة البعيدة هي الفيل يرجع ويتحط في البيتو ويعمل شبكة متات لما تلعب جي فايف وتفتح الوطر هنعادل المشكلة دي بانه ممكن يضحي لك الرخ في الفيل ويمنع افكار المتات تقوم انت تعدي الرخ الاول وتجيب الفيل من ورا الرخ يا سلام على روك بي ثري دي مش فكرتها فكرة بسيطة ان انا اجوش درخي مش دي الفكرة دي فكرة هجومية على المدى البعيد روك بي سيكس جي فايف لو كالت دلوقتي هديك مات في واحد فاروك اف سيفن حمل مات لكن انا كمان حاوز اجيب مات من هنا اعمل ايه؟ ألعب بيشيب سي وان كوين دي ايت بيشيب بي تو قلتلك لو الرخ دي كان مكانها تحت ممكن نضحي الفرق في لحظة باللحظات دلوقتي ما عادش فيه تضحية فرق الرخ زي وقفة كده زي درع في وش الفيل ممنوع يتاخد كوين اف ايت بيضغط لو عايز ياكل مثلا يبقى الاكلة بكيش فالرجل اماشي في كينج جي 2 بعد كده بيشيب دي ايت كوين اف سري هيعود ويجس ونبض بعض شوية لحد ما في الاخر ياكل ويرجع يطلب المات طبعا دلوقتي لو اكلت مش جاية بكيش يا معلم فبتدي ماتفو واحد فمفعش تاكل اكل ولكن ناكامورا شايف لاين اونلي لاين اللي يخليه لم كل الغلة كيش يمشي ياكل بكيش يمشي ياكل بكيش يمشي ياكل بكيش مش معقول لم كل حاجة والبدأ ده ربنا هيكرمه ان شاء الله وينفق في صورته هيبقى وزير هنا فيه تايم ترابل لكل الطرفين جريشوك معدي اقتنه شوية ناكامورا معاه دقيقة لكن ناكامورا من اسرع لاعب العالم في الشطرنج بينما جريشوك من ابطأ لاعب العالم في الشطرنج كيش لعب هنا بلندر روك اف سيكس كان الانجين بيقول الاحسن انه يخش كده ولكن ده هيسمح بكيش يغطي يكسر ويكسر ويلعب اتش سيفن وفيه وزير جاي بالعافية كينج هات وزير تفوق ثمانية للابيض ليه يا عم؟ ده ما فيش غير بدأ واحد بس قالك اه اصلي الفلين نفس اللون مش عكس اللون اللي عنده تارجتس يتضغط عليها الاسود مش الابيض فالملك ده هيلف لفته وهيضغط على البيادق دي وبدأ زيادة هيتسلك وهيبقى ويننج اوكي ففي هذا الشكل اتلعب روك وبعدين اتش سيفن تعال انكسر لو سمحت ايه ده انت سمحت بالكشة دي اه سمحت بالكشة دي ما انا همشي ازاي انا هديك متات يا ابني لا هجيب وزير ما عندكش متات ولا حاجة بالعكس ده انا اللي بديك متات كمان شوية وفيش ولا نقلة هجومية موجودة حتى الان ويفوز ناكامورا ويبقى اول مجموعته مجموعته اللي فيها جريشوك وايتيان باكرو ويسبينكو يفوز وتعالوا نشوف المباراة التانية اللي انا يعني عينها لك الامبلة التانية من اليوم الخامس ليفان ارونيان برضو بطل مجموعته المجموعته اللي فيها فينسنت كايمر ودوبوف وفيديت هو الاول عليها حتى الان وتعالوا نشوف ايلا حصل ناكامورا ناكامورا في دماغي يعني عجبني اوي ناكامورا بصراحة اشتركة كوت نايت اف سيكس وهنلعب شكل مين يعرف اسم الدفاع ده اللي فيه دي فايف ومعاه بيشب هنا اللي عارف يقول عشان لازم اقول اسمه كده انا مش سامعك ولا حاجة بس اتمنى تكون قلتها في سرك يعني اسمه راجوزن دفنس من اقوى الدفاعات للاسود احسن لاين تلعبه على الراجوزن انك تدي الكيش وتجبر الاسود انه يحط الحصان هنا فيقفل على بيدا السي فما عادش فيه كاونتر بلاي من خلال بيدا السي فهيضطر الاسود يلعب بال اي فايف عشان يضرب السنتر لا بال اي فايف اي ثري تبييت وكوين سي تو خلاص ما عادوش لازم الربط انا عايز ارجع احط الفيل هنا اضغط البيشب هيجي في الديتو يمكن ابايت طويل يمكن ابايت قصير لسه مش عارف المباراة دي من اجنن المباريات اللي ممكن تشوفها فخليك مصح صح وانت شايفها كده ولو عجبتك جدا لا تنشاش تعملنا اللايك كوين اي سيفين بيشب دي تو كسر الربط بيدا في بيدا اكل بالفيل و اي فايف ضرب السنتر على طول بست موف اتلعبت دي فايف ولكن انتر مزو كوين سي فايف هات الفيل لو سمحت لو اكلت فانا هاكل الفيل وهامنعك من التبييت هنا ومعي امتياز الفيلين والاسود بخير دا ما حصلش انما فينسنت كايمر عارف انه هو تقييمه الفين ستمائر باستين بلاعب ارونيان تقييمه الفين سبعمية اتنين وسبعين تقريبا في فرق مية وعشرة بونت في التقييم فيحاول يكسر قدر الامكان وفعلا ينجح في انه يكسر قطعتين كوين تيكس جدير بالذكر ان اف فور مش موجودة عشان بناكل بكش اف فايف فنايت اي سيفين هنا نايت اي سيفين نقلة قوية جدا ليه عشان عاوزة تخرج بالفيل بتمبو حتى لو انت خدت البيدأ دا باين منه القطعتين طبعا لو كانت هنا انا باخد قطعتين لو كانت بالحصان فده بيسمح باني انتشر بهذا السكل وبعدين تروح في الاف فور لكن ده سمح بعد ما انت كلت ان انا اكسر وخلي مالكك يخرج كده برا والفيل بتاعي سفاح فالمطش بقى صعب جدا الانجين بيقول سفار لكن في اي لحظة المطش ده هينفاجر في وش احد الطرفين تعالوا نشوف اللي حصل كوين بفور بكش كينج سي وان وانا راجع عشان اديك واحدة من دي واربطلك الفيل كان ممكن يرجع ويكرره بس طبعا صاحبنا مش هيكرر هيلاقي فكرة تانية طبعا صاحبنا ارونيان بلعب على مكسب جي فور انا لازم اهاجم الفيل الجام الده اللي واقف ماسك الوطر ده لو مشي كده كاتر الف خيره لو مشي كده فانا هديله دوبلي واكسب ثرق واموري كويسة فمعرفش كده فيه مقولة بتقول ما عرفش ايه ميجرز الحاجات اللي هي الغير طبيعية محتاجة حلول غير طبيعية او خبالك فالحل الغير طبيعي هنا والانلي حل الانلي حل في هذا الشكل انك تلعب جي فايف تخيل ايه فكرة جي فايف فكرة جي فايف فكرة جي فايف نقل ده صعب جدا انك تبعد الوزير عن حماية الفيل ولو مشي فساعتها بي فور هتبقى جامدة حتى لو انت كلت بكش فانا بغطي بالفيلد دلوقتي يبقى عندنا مشكلتين دي مشكلة ولو رجعت تحمي فدي برضو يعني برضو البي فور مشكلة اي حاجة هنا تفوق واحد اي حاجة اي حاجة الاسود فعشان يحل المشكلة بتاعت الاكل دي ام لعب هو كمان بي فور عايز يبعده عن الربطة فاكل البي ده فعلا بعدين كوين دي فور عشان الوزير كان مطلوب نايت جي سيكس واحد يقولي اي ده نايت جي سيكس لو الفيل اتاكل دلوقتي فده هيسمح بتيكس كوين تيكس والفيل ببلاش فما ينفعش الدنيا كلها متعلقة ومتشبكة هنا نايت بي ثري اتلعبت عاوز يكسر وزراء قاله ما بفيش تكسير وزراء كيش كينج دي تو وبعدين لعب سي فايف كل ده ارونيا نسيب فيله ببلاش بس بياخد تنبوهات هات لو سمحت لو فتحت السنتر على ملكك انت حر استحمل الضرب يعني استحمل الضرب بقى وضع هيبقى صعب الانجي بيقوله صفار بس ملك في السنتر ودخخفه ورشه كده لا لا ارونيا هيتصرف فالرجل خاف يفتح السنتر ومش بوزيره و ارونيا يأكل حصان في حصان وصاحبنا يأكل دلوقتي الفيل لان الفيل سفح قوي على الوطر وكمان طالب الحصان فالحصان يتحمي ويطلب البيدق ارونيا مش فرقه معه ساب البيدق مقابل انه يهجم على الوزير فلعب بي 5 وساب البيدق بكيش مشي ولاحظ ان الحصان ده بقى مربوط فانت لو حاولت تربط الحصان دلوقتي بحاجة زي F4 انا بلعب لك B4 ووزيرك لازم يمشي وساعتها الحصان هيمشي مثلا لو الوزير ده مشي في C1 فانا بديك كش لازيزة من هنا وباخد الفرق كمان فما ينفعش تربط دلوقتي فالرجل مشي بهذا الشكل ولعب وعشان الوزير مطلوب Queen A6 لو برضو F4 تلعبت فبي 4 قاتلة لو مشيت هنا لاحظ ان الوزير ماشي خطير جدا يخش كش وكش وبعدين تمشي في اي حتة يأكل بكش ما عادش فيه حصان مربوط ولا حاجة ما انتخدت البيدق فما ينفعش بش بE2 تلعبت بعد ما الوزير رجع والرخ التانية تضغط برضو F4 هنا لو تلعبت خطر جدا عشان روك تيكس D5 الملك في وسط الرقعة King C1 Queen F6 لو أكلت بكل رخك مش معقول قد ايه بيلعبوا على الشعرة متعلق بس كل حاجة لها رد فروك AD1 تلعبت وتلعب عليها E4 Queen Hات لو سمحت و في ضغط الوقت يعمل بلندر يلعب روك H5 كان المفروض يلعب Just F3 يحمل بدأ الوسط لكن بعد روك H5 سمحت بكيش وكيش وكيش وبعد ذلك روك D4 بيشب تيكس ويأخذ القطعة وهنا ينسحب بعد F6 القطعة بقت محمية مع قطعة كاملة زيادة ويفوز سفاح أرونيان أتمنى المطشين يكونوا أعجبوك جداً المطش التاني ده معقد جداً ممكن تقعد تتكلم فيه ساعات وساعات أتمنى تكونوا وصلت فكرته بشكل كويس وتكونوا استفدتوا وتبسطتم اشتركوا عندنا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة